بعد إصدار مجلس الوزراء قرار إنهاء حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك تجدد الدعوات لضرورة الالتزام بالضوابط الوقائية ورفع أعلى درجات الحذر من انتشار الوباء الذي ما زال خطره قائما وموجودا رفع وحظر التجول الجزئي لا يعني التخلي عن سبل الوقاية بل التعايش مع الإجراءات الوقائية ومضاعفة تحامل المسؤولية الذاتية لكسر سلسلة انتشار الفيروس والإسراع في الحصول على التطعيم عدو البشرية أغرق العالم أجمع في سيناريوهات لم تكن في الحسبان قلب جميع الموازين وأحدث تغييرات جذرية في كافة مفاصل الحياة فرضت العديد من القيود والإجراءات من أجل سلامتنا ولكن القرار الأخير بإنهاء الحذر لا يعني أبدا رحيل الوباء بل ما زال خطره قائم وموجود مع رفع الحذر الجزئي بقرار من مجلس الوزراء تقع مسؤولية كبيرة على المواطنين والمقيمين بالالتزام بالاشتراطات الصحية أكثر من السابق لأن هذه مسؤولية مجتمعية إذا حاب نرجع لحياتنا الطبيعية يجب أن نستمر بالالتزام بالكمامات التباعد الاجتماعي غسيل الأيدي مفتاح العودة إلى الحياة الطبيعية هو اللقاح من منا لم يشتاق للالتقاء مع الأهالي وحضور المناسبات والفعاليات دون الخوف من نقل العدوى عودة الحياة كما كانت في السابق مرهونة بتطعيم 70% من السكان هناك العديد من من كانوا مترددين في أخذ اللقاحة وأخذ التطعيمات تخوف بسبب الإشاعات اللي ممكن تصدر أو بسبب وسائل التواصل الاجتماعي في بعض المغالط اللي كانت تشاع إلجأوا إلى القنوات الصحيحة الرسمية لأخذ المعلومة الطبية الصحيحة وليما الحين نتكلم عن نتائج جيدة جداً عندنا أدلة على أن الناس اللي طعمت حتى لو من أصيبت فيه الكورونا كان في وضع يعني الآثار اللي نتجت عن هذا المرض أخف رفع الحذر لا يعني أن المعركة انتهت ويبقى الرهان الأكبر على وعي المواطنين والمقيمين ومدى التزامهم بالإجراءات الوقائية اعتمادنا كلياً على المواطنين والمقيمين في أنهم يلتزمون في إجراءات الحجر في إجراءات الاحترازية من وزارة الصحة لنلتزم جميعاً للعبور بهذه الأزمة إلى بر الأمان بعد تفعيل قرار انتهاء الحذر الجزئي يتطلب من الجميع مضاعفة تحمل المسئولية والمراقبة الذاتية ورفع أعلى درجات الحيطة والحذر لعودة آمنة خالية من المخاطر لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت